بعض الزملاء وكتب برضو بعض الزملاء وانا مش هعلق عليه انا يكفيني ما سمعته من اصدقائه ومن زميله مش هعلق اكتر من كده مش هعلق اكتر من كده لما بسأل لي وانا كنت عايزة اتصل بي انا شخصيا اللي كتبوا علي لكن لما سألت زميله رفضت لنا نتكلم معاه لكن انا دايما لا احجر على رأيه احد زي محدش يحجر على رأيه النقطة برضو الكلام قدام القضاء قضية المهندس عدل القيعي اللي رفع عليها وعلى البرنامج وانا بأكد تاني ان انا لو غلطت في المهندس عدلها اعتذر على الهوى مباشرة انا لم اتحدث عليه في اي شيء وكلام كله عن طريق رئيس التحرير وعن طريق الاستاذ ساميري السيد اللي جاي ان شاء الله وما اصيره في المواقع ده اللي اتلأتين ما بيتعملش في جدا مش مصطفى يونس ترفض ولازم يحضر بنفسه بالعكس يعني انا اصبت بوعقة صحية وانا ده بلاغ لوزيري الصحة على فكرة الفكهة والحاجات اللي في السوق المسممة المسممة وبالذات الخوخ وبالذات الخوخ لان فين وزارة الصحة الناس اللي جالها تسموا مش المية بس اسهل من الخوخ ومن العنب ومن المش مش عايزين الناس تنزل تقول توعي الناس اخسلوا كله ده ما تكلوش ده لان انا شخصيا عنيت من هذا الموضوع لكن احنا بنحترم رأي الناس كلها وبنحترم رأي اي حد حتى لو ضدنا ما عندناش مشكلة ما عندناش مشكلة واحنا ان شاء الله يوم الحد في النيابة ربنا ما جربناش حاجة وحشة من هنا الحد يوم الحد ان شاء الله واحنا بنصق في عدالة قضاءنا انا والاستاذ عبدالناصر زيدان اعتقد الستاذ سامالي السيد هتحددله معاد لكن انا والاستاذ عبدالناصر ان شاء الله سنكون في النيابة يوم الحد وان شاء الله ويمكن معنا مستندات مكنتش حبة طالع الكلام ده لكن هنقبر ان احنا نطلع مستنداتنا وراجل يطلع مستنداته وكل واحد يقول وجهة نظره في النيابة نادي الزمالك وما تمر به الكرة المصرية أنا يمكن سؤال لحضراتكو في البيوت وفي الشارع والناس المهتمة بكرة القدم وبساطة جمهور النادي الأهلي والزمالك زي ما عارفين حضراتكو أنا أهلاوي ومعجون بالنادي الأهلي لكن أنا بتكلم بإحيادية شديدة جدا